أكد لي كلام اللي احنا بنقوله دايماً ويمكن بنعمل عليه سترس نسبياً في الأوقات اللي بقى فيها شيء من الانكسار تمام؟ وهي إن دي شخصية البطل اللي نهواتي بتتكلم فيه التفاصيل اللي هي بتسريتها لحضراتكم كلها بتؤكد إن هي دي شخصية النادي الأهلي من خديم الأزل وقلنا قبل كده يمكن عشرات المرات إن ما كانش أكتر إن العادي والطبيعي والمنطقي بحكم إن احنا بنتكلم في الأول في الأخر على رياضة معتمدة بالكامل على مبدأ المكسب أو الخسارة وبنتكلم على الروح الرياضية إلى آخره يعني طبيعي جداً إن ما فيش فريق في الدنيا من أول ما تم اختراع كرة القدم وظهرت في العالم ما فيش فريق في الدنيا بيفضل ماشي على طول على ما هو عليه وإن كان الحقيقة برضو كلمة حق لازم تتقال لا دا النادي الأهلي يعتبر استثناء لهذا الأمر بدليل إن الفترات زمنية طويلة جداً النادي الأهلي كان تقريباً تقريباً بياخد كل بطولة بيشارك فيها فالعادي جداً والطبيعي والمنطقي والعادل إن البطل حتى لو مر بكبوة مرة تانية أكيد وبسرعة شديدة جداً يعني صناع القرار وقائمين على الفريق بيقفوا على رجلهم مرة تانية بيحطوا عنهم على المشاكل بيشتغلوا على حلها بيحلوها رجعين بقوة وعلى فكرة لو أنت هتتكلم بلغة الأرقام دا حصل يمكن أو بيحصل مع النادي الأهلي تقريباً كل عشر سنين حاجة زي كده فده طبيعيش في عشر سنين برضو انت آه واقف صامد يعني مش تتعثر كم شهر دا أعتقد يعني بلغة الأرقام وبالمنطق كويس جداً صحيح ترجمة نانسي قنقر